وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية ومواصلة العمل والتنصيق المكسف للانتهاء من المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والانتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية خاصة في ضوء أزمة الغذاء العالمية بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المعطلين وخلال اجتماع لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية شدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول برنامج تحديث القطاع الزراعي في مصر حيث طلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية المصرية وجهود الدولة لمواصلة زيادة إنتاجية الفدان وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة التي تشهد طفرة في الإنتاجية إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية والغذائية التي تشهد بدورها زيادة مطردة وكما تابع الرئيس السيسي ما تقوم به الدولة في إطار دراسة التركيب المحصولية والاستفادة منها في العديد من الجوانب من بينها تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية الزراعية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية كذلك تابع الرئيس السيسي في هذا الإطار المشروعات الوطنية لتعزيز الإرادة أو الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير نظم الري بما يضمن الاستخدام الرشيد لتلك الموارد ويعظم من الاستفادة من إنتاجية وحدات المياه ترجمة نانسي قنقر